موسيقى السلام عليكم تشاهدين كتابك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومشاهدين الكرام ومشاهدي شفتي بني صديق صاحب محل اللي اخذينا مع التسلح الأول اللي دي من تشربوه يا أتي في الدار قال لي اجي نخرجو نضربو ضوارة طاحت الدار اخوة اخوة اخي تفضل هذا الدار بعدها اصلا ها الى السوق ودك السيد اللي كان دال معك السيجوان اصلا هو كان من ريسكي تقرب الاشياء خمسة سنين ها دي هو تيريسكي كان دار بوصد دياله ديرين عميدة حديدية من الوصد وقد ديما تنطلع معها تنتخلع تقول يا اخوة اصدق باركة وقدر من سوته وقال لي قال لي يا بأنه قال لي يا بأنه قالوا لي ستدير دياجو على الباب هذا ديك الساعة هذا ديك الساعة لحظة دابا قبيلة كان باركة واحد اصلا 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 ويقولون أنه مات وأنه مات وما مات وما حلوه ويقولون أن أردون أسلامك وليكن أنتم منهم المسؤولين يجعلهم على سيد شحل حيث ما أدوه فيه يبرك ما أدوه فيه يريح هذا السيد رأى عدوه الله وقراصه رأى حتى كان بنته ومشت أخو أولاده عدى ما عدوش شوي جزيدي طلقه على السيدة فهو الانسان مسكين هو السيد السيد ما عدوش فين يريح خاصة مولو بديدير معاش يحال هذا السيد مسكينتي هاني منش حال هذه دب اليوم فين عيبشي وليوم ما عدوش الاخت ديالله يجاد دبع عيطوله والاخت ديالله وهو أصلا نفس ما تبغي تقلت على شي واحد وما تبغي تقلت شي الاشي واحد وهو أصلا نلعافه كده العقلية ديالته وما يبغي مشاعدة حتى تبغي يريح ديالرأس سمعنا بأن الدرباش وحد درباش وحد درباش وحد درباش ها الدولة ها حالي لعلماشكم اللولة أعم الحمد لله كل شي خرج لأنه من نجار ديالله هم من نجار ديالله ولكن كل شي خرج لأنه من نجار ديالله كل شي خرج أخذ جواء في كل دولة الحمد لله والسلام الحمد لله والأخوة لا أتبع لكم أنا صديق أعطيك الضر أعطيك الضر أعطيك الضر أعطيك الضر أعطيك الضر ترجمة نانسي قنقر عليك الضر أعطيك الضر أعطيك الضر أعطيك الضر أعطيك الضر الشكرا أعطيك الضر شكرا